مفاجأة كبيرة كشفت عنها هيئة مفوض الدولة في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيث أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها جاء ذلك في الدعوة التي أقامها منذ أكثر من 36 عاما المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلميسان عام 1977 وذلك طعنا في قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في عام 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري عام 1992 بعدم قبول الدعوة لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة قيادات جماعة الإخوان قالت إن القضية كانت مختفية مؤكدين امتلاكهم شهادة رسمية بذلك من المحكمة ومشيرين إلى شبهة تسيس للأمر فجأة تطلع القضية وتكتب التقرير ويعلن عنه الآن بالذات في هذا التوقيت اللي كثير من المحردين بيحرده ضد الاحتداء على مقارات الجماعة وحرقها باعتبر أن هي غير شرعي الآن أصبح الأمر مختلف وأصبحت خاضعة الآن لشؤون الاجتماعية ولا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يتحدث عن الجماعة وعن شرعياتها فيما رأى البعض في إشهار الجماعة بهذه الطريقة أمرا مريبا خاصة مع عدم معرفة أحد لهذا الإشهار ليه أنت بتخبي ده كله؟ وليه من البداية طالما عارف أن أنت مش موجود ما بدرتش حتى هنقول بقى بعض الصورة ده كان النظام السابق نظام فاسد وكان واقف ضدك وما إلى ذلك طب بعض الصورة الأمو تغيرت اتقدم بقى أنت للجامعية أو للتعملات الاجتماعية وفقا لقانون جامعيات الأهلية ويمشي طبعا مضبوط تكونك تتأخر لحتى هذه اللحظة أنا برضو يبقى المسألة كمواطن مش كأستاذ أشك في التصرف مراقبون أكدوا أنه بعد إشهار الجماعة لا بد أن يفصل الإخوان بين كل من الشأنين الدعوي والسياسي طبقا للقانون على جماعة الإخوان المسلمين بما أنها قد وصلت للسلطة هي تملك الأغربية في مجلس الشورى هي تملك رئاسة الديمقرية أن تحصل نشاطها السياسي في حزب الحرية والعدالة ونشاطها الدعوة في جمعية المؤسسة حديثا وتنسى تماما فكرة الجماعة لأن هذا هو التدخل ما بين السياسة والدين وجدير بالذكر أن هذه القضية قد أثير حولها لغة كثير بضياء ملفها داخل مجلس الدولة وهو ما ثبت عظم صحته لا يبدو أن إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية سينهي الجدل الموجودة منذ زمن حول سريتها ومصادر تمويلها ومشاركتها في الحكم رغم نفي قيادات الجماعة المستمر لهذه الأمور أحمد بقاتو العربية القاهرة